بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا الإمام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا وسلموا عليه أفضل التسليم أهلا ومرحبا بكم أعزائي المتابعين الكرام في هذه الحلقة إن شاء الله وكما عودتكم بالمختصر المفيد سوف نتطرق لموضوع بودور القنب الهندي أو ما يسمى بزرعة الكيف كما تظهر لكم في الصورة وذلك على حسب ما تسمونها في بلدانكم كما سنتطرق لفوائدها على طيورنا فعلى بركة الله فبدور القنب الهندي إخواني أخواتي الكرام هي عنصر طبيعي لابد لنا من عدم حرمان طيورنا منه ذلك لأنها تزودها بمجموعة من العناصر الغذائية المهمة فهي غانية بالفيتامينات مثل فيتامين A وفيتامين B12 وفيتامين D بالإضافة إلى الأملاح المادنية كالكالسيوم والفوسفور والزنج والحديد والماغنيزيوم وغيرها زد على ذلك احتوائها على البروتينات والألياف الغذائية والكربوهيدرات والعديد من الزيوت الصالحة للأكل بالإضافة إلى الدهون خاصة أوميغا 6 وأوميغا 3 دون أن ننسى أنها توفر لطيورنا ما مقداره 21 نوعا من الأحماض الأمينية الأساسية وغيرها الكثير أما إذا انتقلنا إلى فوائدها ودوع استعمالها فتتجلى في كونها مفيدة للجهاز الهضمي ومضادة للتحيم وتخفف من الإسهال والإمساك كما تدعم الاستجابة المناعية للبشرة والريش ضد الالتهابات وتقويها ناهيك عن كونها تساعد في بناء الأنتجة والأغشية الجديدة في جسم الطائر والوقاية من أمراض القلب ومهدئة لأعصاب الطائر وتنزع عنه الإكسياب زيد على ذلك كونها محفز قوي على التغريد ومحفز جنسي فعال يزيد من خصوبات الطيور كما أنها مفيدة أيضا للفراخ ولمن أراد التوسع أكثر سوف أترك رابط حلقة مفصلة تجدونه في صندوق الوصف أما عن طريقة تقديمها فهي سهلة جدا حيث يمكنك عزيزي المربي تقديمها على شكلها الطبيعي أي على شكل بودور وذلك بمقدار ملعقة صغيرة مرة إلى مرتين في الأسبوع كما يمكنك أيضا سحقها وتقديمها مع الخلطات كالبطي والبيض المسلوق والخضر وذلك من مرة إلى مرتين في الأسبوع المهم لا إفراط ولا تفريط وبهذه المقولة أعزائي الكرام نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من سلسلة حلقات بالمختصر المفيد التي نقدم من خلالها معلومات ووصفات تساعدك عزيزي المربي في تربية طيورك بشكل سليم فعلى أمل أن تعجبكم الحلقة لا تبخلوا علينا بالشراكاتكم في القناة وتجدع المحتوى الهادف حتى نقدم المزيد ولا تنسوا الاكتار من زر الإعجاب وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديدنا وفطور شهي وإلى اللقاء